تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وبحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة انطلقت بطولة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة الدولية الثانية لجمال الخيل العربية على قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المشاركة الواسعة التي تحظى بها البطولة من الملاك والاستبلاط لها انطباع خاص وتؤكد المكان المرموقة التي تتميز بها مملكة البحرين بتنظيم البطولات الدولية التي تحظى باهتمام ورعاية خاصة من حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهن البلاد المفدى حفظه الله ورعاه متمنيا سموه كل التوفيق ونجاح لكافة الملاك والاستبلاط المشاركة في هذه البطولة وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن اعتزازه باستمرار بطولة مغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة الدولية الثانية لجمال الخيل العربية الأصيلة مؤكدا سموه أن استمرار البطولة يؤكد نجاحها مشيرا سموه إلى أن اللجنة المنظمة والاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة حريصين كل الحرص على تنظيم مثل هذه النسخ وإخراجها بأفضل صور تنظيمية وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة باستمرار البطولة التي تحافظ على التراث البحريني الأصيل وتؤكد بأن المملكة تمتلك ميزة خاصة في الجياد العربية الأصيلة مرحبا سموه بكافة المشاركين من مختلف الدول ومشيدا سموه بمخرجات اليوم الأول من المنافسات من جانبه قال سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أن تنظيم البطولة في المملكة يساهم بكتابة نجاح آخر لهذه الرياضة التي تحظى باهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مشيدا سموه بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتحقيق رؤى القيادة حفظها الله ورعاها في مواصلة الارتقاء بهذه الرياضة ورعاية سموه لبطولة فيصل بن حمد الدولية الثانية لجمال الخيل العربية مؤكدا أن تنظيم مملكة البحرين البطولة يساهم في الترويج للخيل العربية في المملكة ويؤكد التاريخ الناصع الذي تحظى به هذه الرياضة في المملكة وأكد سموه أن استضافة المملكة لهذه البطولة الغالية يساهم بشكل كبير بالترويج للمملكة لاحتضان هذه البطولات الكبرى وأن البحرين تؤكد دائما امتلاكها القدرات العالية بالكفاءة الوطنية المخلصة التي تعمل باستمرار على كتابة النجاح من حيث السعي للاستضافة المثالية وأشاد سموه بالمشاركة الواسعة من الملاك والاستبلاط من خارج مملكة البحرين متمنيا للجميع التوفيق والنجاح